موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمنسلين قال تعالى في الآية السابعة والعشرين بعد المئة الأولى من صورة النساء وقد ابتدأ سبحانه مستعرضا جملة من الأحكام التي يتعلق أكثرها بالنساء فقال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمصطبعفين من الولدان وأن تقوم لليتام بالكسط وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما ذكر سبحانه في أول هذه الصورة طرفا من أحكام المرأة واليتيم وعقبه بذكر أهل الكتاب والمنافقين والقتال ثم عاد إلى المرأة واليتيم وذكر بعض الأحكام كتكملة لما افتتح به الصورة من أحكام الأسرة وهذه هي طريقة القرآن ينتقل من شأن إلى شأن ثم يعود إلى الأول بقصد التأثير في القلوب ومما تستدعيه الحكمة والرفق بالعباد لقد أثارت الآيات التي نزلت في أوائل الصورة عن النساء أثارت أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن وظاهرة سؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام ظاهرة لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشئ وفي رغبة المسلمين في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام كانت قد أحدثت هذه النقلة في نفوسهم هزة عميقة بحيث أصبحوا يشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية مخافة أن يكون الإسلام قد نسخه أو عدله ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لهم في حياتهم اليومية من الشؤون وهذه اللي يقضطوا وهذه الرغبة في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام هي العنصر البارز في هذه الفترة على الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم فالمهم هو رغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام والاستفسار عن بعض الأحكام بهذه الروح لا لمجرد الاستفتاء كمعظم ما يوجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم لأنها هي التي تكون نظام حياتهم الجديد وكانت بهم حرارة لهذه المعرفة لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم وكان بهم خلاع من الجاهلية ومن كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم أو بتعبير أضق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي الإسلام وهنا نجد جزاء تطلعهم لله وجزاء حرارتهم وصدق عزيمتهم على الاتباع نجد جزاء هذا كله عناية من الله ورعاية بأنه سبحانه بذاته العلي يتولى إفتاءهم فيما يستفتون فيه وتجيب هذه الآية على أسئلة وردت حول النساء من قبل المسلمين وبالأخص حول اليتامى منهن فتخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتبين له أن الله هو الذي يفتي في الأسئلة التي وجهت إليك يا محمد حول الأحكام الخاصة بحقوق النساء فتقول ويستفتونك في النساء أي ويسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم في أمر النساء وتبين المشكلة من الأحكام التي تتعلق بما يجب للنساء من حقوق وما يكون عليهن من واجبات والذي حمل الصحابة على هذا الطلب أنهم كانوا في جاهليتهم يعاملون النساء معاملة سيئة ويظلمونهن ظلما شديدا ثم وجدوا أن الإسلام الذي يدينون به قد أكرم المرأة وأنصفها بطريقة لم يألفوها من قبل فكانت النساء كمية مهملة في حساب أهل الجاهلية في الميراث وفي غيره لأنهن لا يشاركنا في تنمية المال أو تحصيله ولا يدافعنا عن العشيرة وجاء الإسلام بقانون الإرث وغيره من القوانين المتعلقة بحقوقهن مما تعرضت له هذه الصورة في أوائلها وغيرها فتعددت أسئلتهم عن الأحكام التي تتعلق بالنساء حتى ينفذوا نحوهن ما يطلبه الإسلام منهم من حيث معاشرتهن وولايتهن وميراثهن وغير ذلك من الأحكام وتضيف الآية إنما ورد في القرآن الكريم حول الفتيات اليتامة اللواتي كنتم تتصرفون في أموالهن ولم تكونوا لتتزوجوا بهن ولم تدفعوا أموالهن إليهن لكي يتزوجنا من آخرين فإنه يجيب على قصم آخر من أسئلتكم ويوين لكم قبح ما كنتم تعملون من ظلم بحق هؤلاء النسوة كل الله يفتيكم فيهن وعد من الله تعالى بالإجابة عما يسألون عنه وهو لون من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد ضالته حتى يطمئن قلبه ويهدأ باله وذلك مثل قولهم ولله المثل الأعلى لمن سأل سؤالاً لمن يحسن الإجابة عنه على الخبير وقعت أي قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء الله تعالى يفتيكم في شأنهن ويدل هذا على أن تشريع الأحكام لله وحده وليس للنبي منها إلا التبليغ وثبت أنه كان يسأل عما لم ينزل به وحي فلا يجيب حتى ينزل عليه ثم تضيف الآية وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء أي أن الله يفتيكم في أمر النساء وأيضاً القرآن يفتيكم في أمرهن وتسأل أن إفتاء القرآن هو إفتاء الله بالذات فعطف أحدهما على الآخر عطف للشيء على نفسه الجواب المراد بإفتاء القرآن هنا ما تقدم بيانه بأول الصورة وهو قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْصِطُ فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والمراد بإفتاء الله سبحانه ما بيّنه هنا مكملاً لما سبق وبديهة أن العطف يصح مع وجود الفارق بجهة من الجهات كاختلاف زمان الشيء الواحد أو مكانه ثم يقول تعالى التي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي أن الله والقرآن يبينان لكم حكم النساء التي منعتموهن مما فرض لهن من الإرث والصداق فقد كان عرب الجاهلية يظلمون المرأة ويعاملونها معاملة السلع والحيوانات ثم يضيف وترغبون أن تنكحوهن كان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى نفسه فإن كانت جميلة نكحها وأكل ما لها وإن كانت دميمة منعها عن الزواج حتى تموت وأخذ ما لها وربما سبب لها الموت لهذه الغاية وقوله تعالى والمستضعفين من الولدان أي ويفتيكم أيضا في شأن الصبيان الصغار الذين لا تعطونهم نصيبهم من الميراب لأنهم لا يقدمون للعشيرة أي قوة دفاعية ولا يمنحونها أي كسب مالي بسبب ضعفهم فنهى سبحانه عن ذلك وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما تعود الآية فتكرر التأكيد على حقوق اليتامة وأن تقوموا لليتامة بالقسط أي ويفتيكم أيضا أن تقوموا لليتامة بالعدل في أنفسهم وأموالهم وأن تعطوا كل واحد منهم حقه كاملا أنثى كان أو ذكرى صغيرا أو كبيرا وإما ذكره الله تعالى في شأن اليتامة قوله في مطلع هذه الصورة وآتوا اليتامة أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم وما تفعل من خير أي مع اليتامة والنساء وفي الختام تجلب الآية الانتباهة إلى أن أي عمل خير يصدر منكم وبالأخص إذا كان في حق اليتامة والمستضعفين فإنه لا يخفى على الله وإنكم ستنالون أجر ذلك في النهاية حيث تقول الآية فإن الله كان به عليما أي وما تفعل من خير يتعلق بهؤلاء المذكورين أو بغيرهم فإن الله تعالى كان به عليما علما دقيقا محيطا وسيجازيكم عليه جزاء يشرح نفوسكم فالآية الكريمة قد اجتملت على ألوان من الترغيب بشأن الإحسان إلى النساء وإلى المستضعفين من الولدان وإلى اليتامة حتى تعيش الأمة عيشة هانئة يشعر ضعيفها برعاية قويها له ويشعر قويها برضى ضعيفها عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة